على الإنسان أن يحرص على العناية باختيار أصدقائه وأصحابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فاحرص على اختيار الأصحاب والأصدقاء لأن الإنسان إذا صاحب أهل الخير وأهل الصلاح استفاد فوأيد عظيمة منها أولا ما يحصل بمجالستهم من العلم والأدب والخلق فيتعلم من علمهم ويتعدب بآدابهم ويكتسب من أخلاقهم بخلاف رفقاء السوء ثانيا ما يحصل أيضا له من الأجل والثواب ولا سيما إذا كان يجارس أهل العلم ولا سيما إذا كان في بيوت الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم البلائكة وذكرهم الله في من عنده فذكر أربعة أمور نزلت عليهم السكينة يعني الطمأنينة لأن القلوب تطمئن بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب وغشيتهم الرحمة يعني غطتهم الرحمة لأن هذه المجالس مجالس رحمة مجالس تحفها الملائكة وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم إجلالا وتعظيما لهم وذكرهم الله في من عنده وقد قال عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منه